سطى غياب وصمت حكومي يواجه أهالي قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف أزمة بيئية خطيرة ألا وهي تلوث مياه نهر الفرات بسبب رمي المياه المشبعة بغاز الميثان ومياه الصرف الصحية في مجرى النهر خلووا طلعون يشبون هنا المصاب عندنا هذا الشرط غير يبتلعون لي خلو طلعون على طريق السالة ويشبون يشكوا شين المصابة لنصير أزيد الأمراض من عدة دي ذبون نفايات دي ذبون مال مجاري دي ذبون شك وصاق عجب حتى المياه دي ذبون الحيواني يشلون لكطفون ونحن نشرب من عنده يعني يكبر غيره هاي الكوفة كلها جاء تشرب ما يخايس ما يخايس هذا وباء جاء تصيحون كورونا وكورونا تعال تشوف هاي المجار الجاي الذب صار الناس نين نعاني احنا نعان أهلي الكوفة نعاني وان وجهاء الكوفة أطلع عم يطلع وشوف المصايب الجاي الصير الإدارة المحلية في قضاء الكوفة حذرت من تفاقم هذه الكارثة الصحية والبيئية نتيجة تلوث مياه نار الفرات والتي تسببت بأمراض جلدية وأبئة لدى الأهالي مطالبة للحكومة المحلية في النجف الأشرف بإيجاد الحلول السريعة لهذه الكارثة مجاري النجف مصبها في شط الكوفة بما تسببه من معاناة حقيقة إلى أبناء مدينة الكوفة ويتعرض إلى كارثة بيئية حقيقية الحقيقة هذا المجاري وخط المجاري في شط الكوفة سبب أمراض كثيرة من أمراض السرطانية وحقيقة أمراض جلدية ولما تسببه الراحة الكريهة خاصة الناس الساكنين بالقرب من هذا المصب الحكومة الاتحادية ناشدهم من خلالكم الإسراء بإطلاق الأمال والمباشرة بتحويل هذا الخط حقيقة مسبب أذى كبير لأبناء مدينة الكوفة هذا وحذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق من ارتفاع نسب التلوث والأمراض السرطانية في محافظة النجف الأشرف بسبب تصريف المياه الثقيلة إلى نهر الكوفة من محافظة النجف الأشرف محتز العبود زكروس تيفي